الليلة طبعا نحن نتكلم عن وحدة مش جديدة لكن تحديث للوحدة القديمة اللي هي قلنا NFS Injector السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا طولنا الغيبة بين الناس وفي ناس طبعا سألوا هذه الكثير وما جاوبنا واحتمال في ناس يكونوا عارفين الظروف اللي يتمروا بأهل بلد لكن الحمد لله ربنا يسلح الحال جينا اللي طبعا بالتحديث الجديد بتاع الوحدة بتاع الانجكتور اللي هي قلنا بتعدل بتتديق أربع أوضع طبعا الناس الحاضروا الحلقات الجديدة بيكونوا عارفين الوحدة بتاعت الانجكتور طبعا هي عبارة عن تطبيق أول ووحدة بيستبتها في المجلس منجر نمشي المجلس منجر نمشي الإضافات نلزل نلقى هنديه هنا الإضافة بتاعة اللي أنا نزلتها اللي هو طبعا الخلاف وين طبعا التحديث الجديد فوقه تعديل للألعاب مبالغة تمام بعد ما تسبت الوحدة هنا اللي هو طبعا انجكتور اكس تمانية بعد ما تسبتها وايس عن طريق التسبيت اللي هو طبعا هنختار من الزاكرة ونلقى الملف دي الحاجة اللي بنعمله كل مرة يعني طبعا نمسبت الملف جايس بعد كده التطبيق ده طبعا اي بي كي هتسبته برضو نحورك طبعا حنسبتهم كيف بعد ما تسبت التطبيق وياخد معك صراحية الروت بيديك طبعا اربع وضاع ديل كويس من الاربع وضاع ديل تختاري واحد انت دايره لكن قبل ما نمشي حنمشي هنا للوسط اا ان اف اس سيستيمس او اا سيتينج نمشي الضبط اول حاجة كويس في الضبط هنا كويس بتلقي عنك اوضاع محتاج انك تعمل فيها حبة تعديل اول حاجة جي بيو كويس تضغط عليهو. بديك اوضح كديرة. نحن دايلي شنو? اخر حاجة. البريفورمانس. تمام? تختار البريفورمانس ده. تمام? ده بعد دلك. كويس. بعد كده يا سيدي تمشي بجاي اللي هو الاي اا او. كويس. تختار منه نوب. تمام? كويس. اا. طبعا. اللي احنا فوق ذاته لو عندك. كويس. خلاص. تختار الفوق دي. لو ما عندك بيكون عندك في التحية تقوم تغيرها للفوق. بعد ما عملتك كده. طبعا الدي ان اس لو دار تعدل في الشبكة ممكن تختار وممكن ما تختار عادي عندك الموضوع ما خطير. نمشي بعد كده اا لتي اا سي بي. الموضوع بتحكم في الوحدة كلها. كويس. وطبعا بتجيك الخيار الاول. ممكن تختار اللي هو اا 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 رينو ده. تمام? طبعا نضيف الضبط. نمشي بعد كده اا 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 اا. نمشي للأوضاع بتاعتنا. اللي هي التلاتة أوضاع. او الاربع وضاع. طبعا الوضع في الوضع بتاع الالعاب اللي هو شنو? البيجافوغو طبعا او الوضع الالترا. كويس. يعني الوضع الفائق بيخلي للعاب انها تكون خطيرة جدا. كويس. طبعا لو بدأت يبدل فهي وضع تضغط عليه. وبعد كده تعمل تطبيق وبتطبق معك عادي. زي ما شايفين كده. بنزل الملفات كلها. كويس. بعد ما يخلص بيقول لي خلاص تكسير الموضوع انتهى. نركز معي. بنزل في الوضع كلها. طبعا بعض مرات بياخز زمن حبة. يعني لكن ما كتير شريط طبعا. اشي بديك هنا تانصل. وكيد تضغط هنا بجمع. كويس. اااااا نمشي بعد كده خلنا من جو ايدي. بعد ما طبقنا الوضع طبعا. كويس. نمشي نشوف الملفات دي حنا نلقاوين. طبعا حقودت ليك الروابط بداعة شنو؟ بداعة صفحة زهتة اول حاجة. عشان بعدين لانه بيحتاج لتحدث بشكل دوري بعض مرات. هنمشي طبعا الصفحة الموجودة في موقع المطورين اللي هو الدي اهل الاكس دي ايه. طبعا الناس بيكونوا عارفينه الناس اللي بيهبشوا كتير طبعا بيكونوا عارفين ده. هتمشي يا اسيدي تنزل في الصفحة. كويس. لحد ما تحصل لي حتة معينة. طبعا هنا دي النزاق عندك اربعة وعندك تلاتة. حيوارك برضو الاجهزة تجربوها فيها طبعا. تجربوها فيها مش معناها بتشتغل واجهزة تجربوها فيها طبعا. كويس. هتنزل لي هنا. استيبول بيرجن اللي هو الاصدار. طبعا عنده خيارين رابطين. الرابط الاول اللي هو البيديافير والرابط التاني اللي هو بتاعت جوجل درايف. تختار اي واحد من الاثنين. تمام? لو اخترتها درايف. حجيك ملفين. قويس. شايف الملف هالدي. حتي اختار لي الملف بتاع تلاتة وعشرين حداعشر. تضع عليه وتعمل شنو وتعمل تنزيل بعد كده. عادي. اللي هو بالجنبه. نحي طبعا السمادة الانه. تمام? نمشي الميديافير. لالناس اللي عندهم ميديافير. هيفتح معاك طبعا هيحمل برضو. هنا في الميديافير حيديك ملف. ملفين ملف قديم وملف جديد لكن ما قديم شديد يعني فريقة محبة من بعض. كويس. بس يحمل معي. كويس. حيديك تلاتة وعشرين وحيديك تلاتة اشر. اللي هو ملف فوق ملف التحد. واحد يوم اربعتاشر حداعشر واحد يوم ستة وعشر حداعشر. تضغط عليه وتنزله هذه طبعا ما فيه شكاله. تمام? ده تنزيل شنو? ده تنزيل الملف بتاع شنو? بتاع المجلس مانجر الموجود في المجلس. اللي حسبتو عن طريقة المجلس. هل اي بي كي حلقاوين? نقوم نرجع لي ورا. نشوف المجلس مانجر حلقاوين. هنمشي لصفحة الثانية نحقوط. لديك الرابط بتاعها برضو اصفل الفيديو. حديك الصفحة دي طبعا. كويس. اللي هو ان اف اس. آآ مانجر او مانج. تمام? ننزيل. طبعا ده الصفحة. حتمشي تضغط لي على كلمة آآ برضو. اللي هو لاست. او مسلا كلمة. لاتس دي. تمام? اللي هو اتنين زيرو اربعة. ده الاصدار طبعا. تنزل بها لانه كل مرة بيتحدث. تضغط عليها. هيحولك لي صفحة تانية. الصفحة دي اللي هي فيها التنزيل. ركز معي التنزيل. لحد ما تلقلين اللي هو كلمة بتاعة آآ اس دي. طبعا بيكون مكفولة بالشكل ده. تضغط عليها هتفتح معك. هيديك اللي هو ملف بتاع اللي هو البرجن بتاعه اتنين اربعة. كويس. اي بي كي. تضغط على الاي بي كي دي. وهيزل معك الملف طوالي. طبعا انا هذا بتاع التشغيل. وبعد كده نفس الكلام اللي قلناه وقبال عادي بنفس الطريقة. الاختلاف قلنا في الاصدار ده. انه الاصدار ده يعني بدعم الالعاب شديد. يعني انت لو زول بتحب الالعاب وطبعا عشان ما يجين واحد آآ يكون فيها حايفية نقطة نساء. او مساهم كلنا من الناس طبعا. اللي هو انه طبعا اتا ده تنزل وحدة. هتستهلك الالعاب. تلقائيا هتستهلك معك البطارية. كويس. يعني اداء اللعبة حيكون محسوبة على البطارية. يعني موضوع عادي يعني ما اشكال. بس هت في الحالة دي انك هتشحن التلفون. لانه اصلا حيستهلك البطارية لانه معالي حيشتغل بكفاءة عالية. كويس طبعا ماذا ارطول عليكم كتير. وتاني حاجة بقول لكم والله اشتكت لكم شديد اشتكت لكم شديد جدا جدا. وبحاول ان شاء الله اجاوب على عزالتكم. وبحاول انه احاول انزلي يعني. لانه طولتش طبعا ما نزلنا القناة بالفيديوهات. واعفولينا طبعا يا جماعة. ونقول لكم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.